نعمل بمراكز ومراكبة صحية بمطار ميكة الدولة بجدة بقوة عاملة قوامة 600 موظفة وموظفة منتشرين على 4 مراكز صحية و 17 صالة لاستقبال الحجاج تصنف الخدمات إلى خدمات علاجية ووقائية وتوعية بالنسبة لخدمات العلاجية إذا كانت حالة عادية يتم توجيه المريض إلى الطبيب لأخذ العلاج اللازم وإذا كانت حالة لا قدر الله طالعا يتم توجيه الحالة إلى غرفة الطوارئ والتعامل معها من قبل استشارين وأخصائيين في طب الطوارئ والعيام المركزة للتعامل مع الحالات الخطرة ويتم تحويل بعض هذه الحالات إلى المستشفيات إذا كانت الحالة بحاجة إلى تدخل جراحي أو تنويم وإذا كانت الحالة لا قدر الله مشتبه بها بأي مرض معدي يتم عزل الحالة في غرفة مخصصة للعزل ويتم التعامل معها من قبل فريق للتدخل والاستجابة السريع وهو فريق مدرب للتعامل مع أي حالات معدية لا قدر الله يتم إخراج هذه الحالات عبر مسارات آمنة بعيدة عن احتكاك الموظفين والحجاج ويتم نقلها عبر إسعاف عارض تجهيز مخصص لنقل الأمراض المعدية لا قدر الله الخدمات الوقائية بالصالات نقدم خدمات وقائية عبر 17 صالة في كل صالة يوجد فيها فريق طبي متكامل يقومون بمناظرة جميع الحجاج القادمين من بعض الدول الموضوع أيضا ويتم إعطاء بعض العقاقير الوقائية استقبلت مراكز المراقبة الصحية للحظة ما يقارب 2000 حالة استفادوا من خدمات الصحية تم تحويل ما يقارب 23 حالة إلى داخل مسافيات صحة جدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر